طبعاً حزمة الإصلاحات هي من المفترض أن تكون جميع قرارات مجلس الوزراء هي إصلاحات وإلا دور مجلس الوزراء هو التشريع هو إصدار قرارات وإقتراح مقترحات قوانين تذهب لها مجلس النواب لغرض إصلاح أو تمشية الأمور اللي حصل في الحزمة الأولى وما تسمى الحزمة الأولى والحزمة الثانية أو الحزمة الثالثة مستقبلاً هي قرارات سريعة وقرارات سريعة التنفيذ وتسمى مصطلحاً حلول ترقيعية فعلاً هي حلول ترقيعية وكانت لتخفيف الضغط على الحاصل بسبب الاحتجاجات وسبب الرئي العام وسبب المراقبين ومطالب الكتل السياسية والمرجعية ومنظمات المجتمع المدني وحتى مطالب دولية طالب بتخفيف هذا الاحتقان هي لتخفيف الضغط أم استجابة للمطالب ما هو المطالب قديمة منه ما يدري أنه الناس تريد تشغيل منه ما يدري أنه الفرص القروض السريعة وإلى آخر من القرارات التي تخص لوزيع الأراضي لكن اليوم وصلت إلى ذروة كبيرة وصلت حتى أنه وصلت للشارع وأصبحت تجمعات المتظاهرين تدير مدائر مقر الحكومة وهو في العلاوي وفي الخضراء ومقر مجلس النواب وعندما استشعر خطر من المتظاهرين وخوفاً على دماء هؤلاء المتظاهرين يجب أن تكون هناك قرارات سريعة وممكن إذا لا تناقش نفتح الحزمة للأصلاحات أنا أعتقد وأنت تنتقد والجميع لديهم ملاحظات